لازم يعني الموضوع له جانب جيد وله جانب غير جيد الجانب الجيد ان فيه خوف على حضرتنا وتشيء كويس ولكن للأسف انا واصد بنسبة 100% ان ما نشير هذا الفيديو كان الغرض منه عكس ما نرجوه الهدف منه ضرب ما يسمى بالموسم السياحي فاهم ما يكون من قناة مصر وهو الهرم الاكبر وبالتالي وهتى كمان اطلح ان هو متصور كمان بكاميرا ومتصور من مكان بعيد ومزور زوم وهو فيديو لا يتعدى 16 ثانية ولم يتأكد مما يفعله فيه خطأ نعلم تماما ان فيه خطأ ونؤكد على معلومة الدكتور ايمان ان هناك خطأ في الاجراءات انما كلمة تكسير الهرم ده كلمة طبعا صعبة جدا مصر اللي تملك تكسير الهرم ولا تتمنى ده يكون في مصر عندما يقال مصر فهي مصر هي النيل هي الهرم فالتلات حاجات دول اما بنقولهم ما قولوا الهرم رغم وجود اهرامات في دول كتير كتير من مصر ولكن ما قولوا الهرم هي توازي مصر زي النيل ما موجود في 13 دولة ولكن ما قولوا النيل بنقوله مصر لان مصر طوعة للشيء هي اصل هذه الاشياء وبالتالي ما تم حضرتك تعلم تماما انه كان هناك مشروع للصوت والضوء معمول من الستينات من منتصف الستينات هكابليه كابلات والكابلات دي كانت معمولة للأسف في هذا الوقت كانت معمولة بأسمنت اسوين لان ده كان متاح ولكن بعد كده اصدر قرارات من يعني الدول كتير جدا ونسكو بمنع استخدام هذه الاشياء فهو ده اللي بحصل دلوقتي انه بيشيل الفراغات بتاعة الاسمنت اللازم وفسط اللي هي ما بين الحجرة يا دكتور برم في الفاصل ما بين الحجار اه تماما تاني حاجة هناك بعض الناس بدأت تفتي وتقول تما نعمل كابلات فيبر او اسمعها يعني اللي هي الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية محتاجة كابلات فيبر وهي هتبقى نفس الموضوع ما ندرش نظرة كمان للعلن لانها لو فوق الاحجار هتبقى شكلها غير جيد وعرف حضرتك ان المنطقة دي طالع فيها الاف السواح كل يوم ونزلين هل الخبطات دي هتأثر على جسم الهارم بقول لحضرتك الـ 2 مليون و300 ألف قطعة حجر اللي موجودين في الهارم خاصة الجزء اللي بيشتغل فيه وزن الحجر واحد 15 طن بقول لحضرتك وبؤكد ان الـ 2 مليون و300 ألف بسلام بسلام لان هذه المنطقة يتحرك عليها الاف الناس كل يوم تاني حاجة ان الجمال وخيالة وحصنة بتتحرك في هذا المكان فالمكان ده لم يتأثر تماما انما فيه خطأ في الشكل نعم هناك فيه خطأ في الشكل نرجو ان احنا نستفيد من هذه التجربة في المستقبل وان نكون فيه قعادة صياغة نتمنى ان منطقة العمل وحضرتك تذكر تماما من ساعة الفيديو بتاع الصيط الصينية لما قالوا برضو شواءة الدنيا قلنا يا جماعة دايما يبقى فيه فصل حبلة او حاجة بين منطقة العمل وبين السواح وفي نفس الوقت لازم اكتب انا بعمل ايه تفترض ان هذه الشركة تعمل ايه يفطأ صغيرة او ليبر صغيرة تكتب بالعرب والفرنساوي احنا بنعمل ايه اعتقد ان لو عملنا كده كنا هنزبوله هنرد سهم اي واحد دكتور مجدي خليني انا متطفق طبعا مع كل حضرتك الزاكرت وانا عارف الامانة المهنية قبل ما تبقى المسؤولية بتاعت حضرتك هل احنا في ظل الاستعداد للافتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وهذه المنطقة هل نحتاج استراتيجية شاملة للتعامل معها من اول المتحف وصولا للأهرامات وابو الهول القصة دي كلها محتاجة تتغرب الغربالة قوية لازم اعادة صياغة كل من يعمل في المناطق ذات التراث نتمنى من السيد الرئيس وانا اعطيك هذا الرجل اللي عشق لهذا البلد واطراب هذا البلد نرجو ان يكون هناك مجلس لإدارة كل معلقة بالتراث وان يكون كل العاملين فيه من اول العامل لغاية عامل او لغاية الامنة ان يكون عندهم ضراية بما يقف فيه نفس الناس اللي تشغل في مجال التراث بمدركة الاهمية هذا التراث وده هيقودنا شنو ده بيه الى فكرة التعليم والاعلام ان احنا دراسة التراث بكل مراحل التعليم والاعلام لازم يكون هناك نوعي ارجو ان هذه النقطة نتعلم منها المهندس او العامل اللي كان بيضرب ده لو هو مدرك لقيمة التراث اعتقد كنت الموضوع بعنده اهوان اعتقد ان احنا لازم المنطقة دي احنا ذاكلين على مرحلة مهمة جدا ان احنا تستح المتعب المصر الكبير وعمل يعني منطقة الاهرامات دي بيعيد صيغتها لان المدخل هيختلف الزيارة تختلف والسطوضاء هيختلف فيه مصري فلوس كده جدا بتتبع فياجب انت عارف العامل الانساني هو العامل اللي ممكن يضيع على كل ده فلذلك نتمنى اعادة صياغة الناس اللي تشغل في هذه الاماكن كل من يعمل في الاماكن اللي فيها الزيارة نرجو ان احنا لازم يتعبنا تاني حاجة ارجو من كل المصريين لان عارف حضرك اعلامي وعارف للأسف ان السوشيال ميديا هي التي تحرك الاعلام الآن وكل البرامج بدلوقتي تشتغل على كل واحد ماسك موبايل بيعتبر نفسه ايه صحفي فلالأسف لازم اه الاعلامي للأسف فارجو قبل ما تحط حاجة على فكاتك ارجوك اسأل ارجوك انت اللي صورت كنت روح للعمال دول قول لهم انتو بتعملهم ايه قبل ما تشاير فيديو زي كده هيأثر على الصورة الزهنية نعم سيأثر ولو نسبة قليلة ولكن نتمنى خافوا على هذه البلد واحنا من جانبنا بنضم صوتنا لصوتك ونشكرك دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة السياحة والاثار شكرا كزيلا لحضرتك